موسيقى نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني مع نجمنا الكابتن سعد عبد الرحيم الذي شق طريقه صوب الشهرة والنجومية وهذا ما جعله عالقا في ذاكرة المحبين والمتابعين إلى يومنا هذا بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه آنذاك الآن سنتوقف مع بعض اللحظات واللقطات الخاصة بالحلقة السابقة نتابع ولدى عودة موسيقى شاعد عبد الرحيم من النسخ النادرة والعمال الصعبة التي مرت بها الكرة الزورائية سعد عبد الرحيم باستغل خبر أيام ما كان لعب كان لعب مميز كان يسجل أحداث الأماكن الصعبة موسيقى في تلك الفترة أنا من وجهة نظري أحس أنه ما كانت فيه رعاية خاصة لسعد عبد الرحيم حتى أنه يشاعدوا أن يكون كأحد لاعبين المنتخب الوطن وعاد العقلوة أمام المرمى وهدف جميل ملعوب مرسوم للدورة سعد عبد الرحيم أهلا بك من جديد كابتن سعد لنكمل حوارنا الشيق معك لأن بالتأكيد المهتمين لمسيرتك بانتظار ما سنتحدث به اليوم عبر هذا اللقاء سؤالي التالي كنت أحد لاعبي المنتخب العسكري المشارك في تصفيات بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في دولة الإمارات عام 88 ماذا تركت البطولة لك من ذكريات وماذا قدمت أنت خلال البطولة الحقيقة أستاذ فلال مسألة دعوة اللاعبين لأي منتخب كان وضمن أي فيها هو يعتبر تشريف ويعتبر أيضا تقدير لإمكانيات اللاعب وقدراته فالحقيقة في تلك الفترة كانت مجموعة متميزة بالمنتخب العسكري وكان على رئيس الجهاز الفني الكابتن عبدالله عبدالحميد وضمت نخبة من اللاعبين المتميزين أمثال الكابتن عدنان حميد كابتن رحيم حميد عماد ياسم حشين كمال ومحمد عبدالحسين اللاعبين يعني الحقيقة ما تسعب من ذاكرة أنه أذكر الأسماك وكل ما احترامي وتقديري لكل الموجودين في تلك الفترة المنتخب كان متمكن على مستوى عالي من القدرة والأداء يعني اللي تركه طبعا هذا هو ما يعتبر يعني تعرفه يعني المسيرة اللاعب يعني يفتخر دائما فيه هو يكون ضمن ضمن فئة معينة أو ضمن منتخب معين فتجربة أنه أكون متواجد مع المنتخب أكيد أضافت لي الكثير على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني إضافة إلى ذلك الاحتكاك مع مستويات عالية من المنتخبات والتواجد أيضا في بيئة رياضية على مستوى عالي من المسابقات أكيد أضافت الكثير وزادت من خبراتنا أيضا وهذا من ما نعكز حقيقة بعد ما أنت تنتهي البطولة مثلا ولو أن المنتخب العراقي ما يستمر حقيقة لأن نتيجة المباراة يعني أهلت المنتخب الإماراتي أنه يستمر في البطولة لكن على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني أضافت الكثير من الخبرات ومن اللي نعكز هذا على مستوانا أيضا لما رجعنا من البطولة في مسيرتنا في الدور طيب كابتن التحول إلى نادي الرشيد حيث كنت أحد لاعبي الفريق طبعا المشارك ببطولة تصفيات الأندية الآسيوية الثامنة لأبطال الدوري عام 88 والتي أقيمت في الصين تأهل نادي الرشيد إلى النهائيات كيف كانت الأجواء آنذاك وكيف تمكن فريقكم من التأهل الحقيقة أنت عارسي تلك الفترة نادي الرشيد كان معظم اللاعبين هم لاعبين المنتخب الوطني يعني كل اللاعبين المتواجدين ضمن المنتخب الوطني هم كانوا ضمن نادي الرشيد مشاركتي مع نادي الرشيد الحقيقة يعني جدتي على ضوء المستوى اللي أنا قدمته في نادي الزوراء فهم أشاروا ضمن توجيه أيضا من رئيس الاتحاد في تلك الفترة أنه سعد عبد الرحيم يفترض أن يكون متواجد مع نادي الرشيد والحقيقة هم نادي الرشيد استعال بثلاثة أعتقد أنا من نادي الزوراء والمرحوم الكافتن علي حسين الله يرحمه ويمتر نطلبه نعم أيضا اختاره وفيه لاعب ثالث ما تسعب في الذاكرة حقيقة أخذونا كاستعارة أنه نحن نكون موجودين ضمن نادي الرشيد والكافتن في تلك الفترة كان أعتقد أكرم سلمان وجمال فالح أعتقد هم كانوا على رئيس الجهاز الفني في تلك الفترة حقيقة صدر نادي الرشيد في التصفيات والمجموعة كانت حقيقة أيضا يعني مو بذيك الصعوبة أنا أتذكر كان فريق من الهند أعتقد يمكن في ذيك الفترة وتغلب علي نادي الرشيد ستة صفر نعم وأنا كنت موجود وحاضر العماد هاشم أيضا كان موجود ذكرتها الحين عماد هاشم أيضا كان موجود في حارس مرمة في تلك الفترة كانت مشاركة مهمة طبعا مشاركة مهمة وأيضا مثل ما قلت لك أضافت لي لكثير خصوصا على المستوى الشخصي زيادة الخبرات الاحتكاك مع مشتويات معددة مع نماذج لعب وفرق مختلفة آسيوية تواجد أيضا مع كوكب من اللاعبين اللي على المشتوى العالي أيضا أضافت إلي الكثير وهذا أيضا انعكس إيجابيا على مستوى في الدوري لما رجعنا يعني المشتوى أيضا ما تيرتقى الكيرف خلي نقول المنحنة منحنة الأداء ما تيرتقى أيضا كان في صعود مشتمر بعد تلك المشاركة في تلك البطولة اللي قيمت في الصين ممتاز كابتن إليك الآن ما قاله عنك الزملاء والمختصين بالشأن سنتابع ولا نعودة خليكوا يعناه سعد لاعب من طينة اللاعبين الكبار بدون مجاملة أتبرى لأن له له بصمات في كل مباراة أهدافة جميلة اللي كانت مستمرة خلال كل مباراة صناعتها للأهداف الحلول الفردية اللي كانت متع بيها اللي كان ما يمتلك الكثير من اللاعبين لكن كانت متواجدة عند الكابتن سعد عبد الرحيم وحسن كثير من المواقف والمباراة الصادق تزديداته القوية اللي كانت حقيقة يعني لها تأثير كبير خلال أداءها وسجل منها عديد من الأهداف ومنياتي القلبية للكابتن سعد عبد الرحيم بالتوفيق إن شاء الله في مسيرته القادمة وتحياتي لهذا البرنامج الراع برنامج صدق الرياضة والأخ العزيز من الأستاذ بلال بدا كابتن سنكون الآن مع بعض الأسئلة السريعة والخفيفة مباراة لا زالت عالقة بداكرتك ولماذا؟ والله الحقيقة المباراة اللي اللي ما أنساها ودائما هي في بالي هي المباراة وأعتقد أكثر الجمهور الرياضي يعني لحد اللحظة ولا هي وقيمت في في عام 1990 يعني المباراة صارت لها كم سنة يعني صارت لها تقريبا 30 سنة أي تقريبا اللي اللي قيمت في ضمن بطولة مجلس التعامل العربي الثانية بمشاركة أربع فرق الفيصري الأردني وأهل صنعاء اليمني والإسماعيل المصري ونادي الزوراء العراقي المباراة اللي قيمت بين الإسماعيل المصري ونادي الزوراء العراقي اللي انتهت بالتعادل اللي نحن كان يخدمنا التعادل لكن النادي الإسماعيلي كان يهم الفوج حتى يأخذ آخر لحظات أنت حضرتك سجلت الهدف آخر لحظات هو هذا اللي اللي أعطى قيمة للمباراة وأهمية وظلت عالقة في ذاكرة الجمهور لحد اللحظة واحد وثلاثين سنة تقريبا يعني واحد وثلاثين سنة وليه السنة يعني العجوات تلك المباراة يعني نعيش بنشوة من نتذكرها بالضبط والله أنا في بعض الأحيان يعني مرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكون متواصل مع بعض الأخوان والأصدقاء وبضمن الحوار يعني يحضر شريط هذه المباراة لحد الآن يعيشون لحظات هذه المباراة وكيف كانت مباراة عصيبة يعني كانت على صحيح تسجيل الهدف تسجيل الهدف تسجيل الهدف يجب مثل ما تفضلت في الدقيقة 44 43 من الشوط الثاني اي نعم زين وحصل ما حصل وفي تفاصيل كثير حقيقة في يعد ناس سريعة هي تفاصيل وعلاقات تتوتر زين كابتن هدف سجلته ولم يفارق يعني مخيلتك أنا الحقيقة من الهداف الجميلة اللي سجلت على نادي الطلبة على نادي الطلبة حقيقة هدف يعني لو يكون يعني هذا الهدف موجود في الوقت الحاضر لكان يمكن يكون من أجمل الأهداف ولو في ذيك الفترة وإستاذ بلال أنت إعلامي مميز وتعرف الله يسلم تعرف النقل التلفزيوني ما كان في ذيك الكاميرات ولا كان في ذيك التقنية يعني كاميرات محدودة نعم كان كاميرات كاميرات معدودة وكذا لكن لو كان في الوقت الحاضر كان على مستوى عالي من الجمالية فنية شون كان تزديدة شون يعني حتى هو الحقيقة ضد نادي الطلبة في تيسة الفترة وكان يعني جملة تكتيكية يعني على جانب على جانب اليمين كان رائد خليل في تلك الفترة دائما الجناحة طاهر نعم اللي كان يلقب مناولات ما بين رائد خليل وإبراهيم عبد ناذر اللي يعني سوى عملية تحويل من الجانب كروس جانبي بالمباشرة أنا لعبته في مرمى الحارس الكابتن الحارس تحياتنا إلى تحياتنا اللي أسمع اللي ذكرتهم خصوصا رائد خليل ما كان يوقف يعني ما شاء الله ما أخذ الخط سريع ما كانت الجامراء من أقرب أصدقائك من الوسط الرياضي يعني في أي فترة من الفترات حقيقة أنا مريت بمراحل كثيرة يعني في مرحلة كلاعب أو كمدرب أو يعني في أي فترة بالضبط والله احنا نريد كل فترة طيني واحد الحقيقة شاهين عباس في تلك الفترة يعني لما كنا كلاعب في نادي الزورة كان الأقرب وحتى على المستوى الشخصي والاجتماعي كنا دائما نلتقي فيما فيما بعد يعني بعد ما اعتزلت والتجاه للتدريب يعني كان حقيقة انفقدت العلاقة مع اللاعبية الزوراء يعني قلت العلاقة فاتجهني للتدريب وأنا مباشرة يعني بعد ما اعتزلت اللعب والتجاه للتدريب حقيقة يعني شافرت إلى سلطنة عمان يعني في تلك الفترة فالعلقة مع اللاعبين حقيقة انفقدت بسبب الظروف يعني لكن هنا في دولة خطر يعني رجعت العلاقة مع بعض اللاعبين اللي كانوا في تلك الفترة اللاعبين والآن مدربين يعني عدنان حمد موجود الكابتن عدنان حمد خليل علاوي كريم علاوي موجود تحياتنا للتباتل العزاء موجود منفق حسين فهم كلهم كانوا لاعبين لكن العلاقة استمرت معهم كمدربين طيب كلمة عتب لمن توجهها والله الحقيقة أنا ما عندي عتب على أي شخص الحمد لله رب العالمين علاقتنا يعني كانت طيبة دائما وتسود هالإحترام والمودة والأخوة فالحمد لله رب العالمين ما عندي عتب على أي سواء كانت جهة معينة أو شخص معين طيب لدينا بعض الأسئلة وأرجو منك لأن الوقت معاك يعني ممتع لذلك يعني صرقنا الوقت صراحة لذلك عندي بعض الأسئلة المهمة لابد أن يعني أتحاور مع حضرتك نعود بحوارنا ثانية للأحداث والذكريات حضرتك مع الزوراء حصلت على إنجازين مهمين في بطولة مجلس التعاون العربي يعني الأولى في الأردن التي أحرستم لقبها وأنت حصلت على لقب الهداف والنسخة الثانية في بغداد وأيضا حصل الزوراء على لقبها هل تحكي لنا بعض المواقف في البطولتين؟ الحقيقة أستاذ بيلان أنا ما أريد أتكلم لك يعني على يعني أريد يعني أكون أناني في في مسألة الشرح والوصف لكن أنا كنت يعني كجزء رئيسي طبعا دون دون بخص أنه حق اللاعبين أو إمكانيات ومقدرات لكن أنا كان لدور رئيسي في الحصول على البطولتين في البطولة الأولى أنا حصلت لقب الهداف يعني هدفين من ثلاث مباراة وأيضا في البطولة الثانية أنا حققت الهدف اللي هو يعني يخل النادي الزوراء يحتفظ في البطولة الثانية فكان يدي دور مؤثر يعني في أنه الزوراء يحصل على البطولتين المواقف اللي حصلت ذكرت لك أنه في البطولة الثانية اللي مع النادي الإسماعيلي وما حصل فيها من يعني المباراة وقفت خصوصا مع الإسماعيلي لمدة 10 دقائق ربع ساعة مثلا في سبيل حققت الهدف ووجبت التعادل لأنهما كانوا معترضين على أساس أنه في حالة فاول حصل في منطقة جزانة وقريب منطقة الجزاء ورادوا وأنه يعني يخرجون المباراة من الإطار العام والتن لأن الزوراء كان متفوق وفي البطولة الأولى حقيقة ما حصلت مواقف تذكر لكن كان أيضا الزوراء متمكن وقادر على أنه يحصل لقب البطولة كنت أحد لاعبي الزوراء في بطولة اليوبير للفضي لنادي السالمية الكويتي عام 1989 ماذا قدمت خلال هذه البطولة وما هي المفارقات التي حصلت خلالها في وقت قبل أن تسوء العلاقات بين البلدين كما تعلم وهو الحقيقة نحن شاركنا في هذه البطولة كرد للدعوة لأنه قبلها سبق أنه النادي السالمية حضر للعراق وأقام بعض المبارات التجريبية كان عندها معسكر ولعب مباراة مع الزوراء هنا في العراق وأيضا كرد للدعوة أنه أقام بطولة اليوبير الفضي أقامها النادي السالمية وشارك فيها العراق الحقيقة المجموعة مولاتنا كانت قوية في ذيك الفترة كان نادي الزمالك المصري ونادي القادسية ونادي الثالث ما تسعفني الذاكرة حقيقة الحقيقة النتائج ما كانت بالمشتوى المطلوب يعني صح إحنا شاركنا في البطولة لكن ما كانت النتائج على المشتوى العالي المتعارف عليه على المشتوى المحلي بالنسبة لنادي الزوراء يعني هي أفادت الفريق يعني كمشاركة خارجية لكن ما أضافت شيء يعني على المستوى الأداء العام أو على مستوى الإنجاز ما حققنا شيء فيها بالعكس يعني نادي القادسية تغلب علينا وأيضا نادي الزمالك في وقتها أيضا ما أذكر بالضبط النتيجة لكن المشاركة مالكنا كانت فقيرة فنيا كابتن إليك الآن ما قاله عنك زملاء والمختصين بالشأن سنتابع ولا نعودة خليكوا يعنا سعد من اللاعبين الخلوقين والموذبين بشكل كبير جدا عاصرت وعشت معه أحلى فترات عمري في نادي الزوراء رياضي سعد من اللاعبين ومن المواهب القليلة جدا كانت بذاك الوقت تعرف هنا كانت أربعة أو خمس فرق منتخبات بغداد سعد كان يشكل أحد عناصر هذه المنتخبات التي شكلت بغداد سعد هداف من طراز خاص كان حتى بعض التمارين كان المدرف الحسن يخلي بعد التمارين يشطلوها التمارين خاصة سعد من اللاعبين اللي كان شوت مارت كل بتركيز ويسجل هداف من مسافات بعيدة كان أكثر شيء يلعب جناح يسار وليس خلف المهاجمين إلا ما ندر كان يلعب خلف المهاجمين لكن هو اللاعبت الأساسي هو جناح يسار واللاعبين جيدين جدا والخلوقين جدا وأنا الحمد الله واشكر عاصر تقتلك وشفت وعشتنا فترة ذهبي ابنا دي الزورة وباقي اللاعبين أخواني أتمنى للموفقية والنجاة وحياة العملية التدريبية مناولة والاستلام جميل رائد يناوله ويستلم وعاد العقلوة أمام المرمى وهدف جميل ملعوب مرسوم للذورة سعد عبد الرحيم وهدف جميل ملعوب مرسوم للذورة كابتن ونحن نتحدث عن الزمن الماضي وهذه الانجازات وهذه المشاركات لماذا أنزويت بعيدا عن الأضواء والإعلام بحيث اليوم يعني أعتقد أغلب مشجعي ومتابعي يجي لليوم لا يعرفون من هو سعد عبد الرحيم يا ترى ما السبب والله أنا قلت لك أستاذ بلال في بداية حديثنا يعني الظرف العام مثلا اللي هم يسموه الظرف الاقتصادي والسياسي دائما هو يلقي بظلالة على يعني خلينا نقول على تواجد المدرب مثلا أو تواجد اللاعب على الساحة الرياضية أنا تركت تركت العراق في 2002 في 2008 وفي تجربة احتراسية في سلطنة عمان امتدت لده في 2012 وانت عارف يعني خلال هذه الفترة الظروف اللي مر بها العراق والتغير اللي صار على مشتوى البلد فشوية صار فيه يعني خلينا نقول فتور فتور بضلع عف يعني صار فيه فتور وصار فيه شبه انقطاع وهذا يعني مو بس سعد عبد الرحيم اعتقد اكثر يعني المدربين واكثر اللاعبين صار فيهم يعني صارتتهم هذه الحالة رجعت انا بعدين في 2012 رجعت للعراق تقريبا ضليت ضليت لمدة ستة اشهر وقضت تجربة تدريب مع الكافتن فيصل عزيز الله يحفظه وينطي الصحة والعافية في نادي سامرة وبعدين التحقت في نادي في تجربة الاحتراف في دولة قطر وما زل يعني ايضا من الـ 2012 وليحد اذا تجمع الفترة كانت تقريبا 13 سنة 20 سنة انا خارج العراق لكن هذا ايضا هو يعني هو العتب يعني خلي نقول هو فيه تقصير يمكن من جانبي في عدم التواصل مع الاعلام لكن ايضا انا اوجه عتب على الاعلام مو الكل لكن ايضا الاعلام يفترض ان يبحث يبحث عن النجوم اللي مرثل والبلد عن النجوم اللي كان لهم تاريخ وانجاز يبحثون عن الاسماء وين هما وين صار وشنو اللي ممكن ان يحققوه ويستفادوا من عنده فهو انا اعتقد يعني من الجانبي في قصور لكن انت تعرف يعني منطل عذر يعني نعم من جانبنا من جانبنا كابتن بالنسبة يعني كاحد الاشخاص في المجال الاعلامي ان شاء الله من خلال صدر رياضة فقرتين انت ان شاء الله من قصر مع جميع زملاك ان شاء الله يبقى البحث مستمر ونوصل الى ابعد مدى حتى يعني اولا يعني لننقل تاريخكم وانجازاتكم وبعدين هما ننعرف الجيل الجديد على تلك الاسماء والشخصيات التي ساهمت مساهمة كبيرة وطبعا قدمت الكثير للكرة العراقية اعتقد اليوم كابتن سعد الكثير من المتابعين يعني عاشوا من خلال هذا الحديث جانبا يعني من الماضي والذكريات الجميلة وحتى الحاضر بالتأكيد انا ايضا سعيد بما يعني قدمنا اليوم من حوار اتمنى يكون شيق واتمنى من حضرتك في هذه اللحظات كلمة اخيرة والله انا اريد الحوار من الكلام الاخير اللي تفضلت فيه استاذ بلال انا اشكرك جدا واشكرك على المبادرة الرائعة من قبلك في استخدام النجوم اللي كانوا لهم بصمات وانجازات سواء على البستوى المحلي او على المشتوى الخارجي الدولي وهذه حقيقة يعني مبادرة رائعة تشكر عليها وهي ايضا يفترض انه يعني الاتحاد او القائمين على المشتوى الرياضي والمسؤولين يفترض انه يتبعون الارث الحقيقي اللي تركت الرياضة العراقية ويتابعوهم ويحاولون يبحثون في سجلاتهم البروفايل المدربين اللي هما منتشرين على كل بقاع العالم وكلهم يشكلون حضور متميز من خلال الخبرات اللي عندهم من المكان خلال التجارب اللي يعطوها للمكانات اللي هما يشتغلون بها انا حقيقة اشكرك جدا مرة ثانية على هذه القطوة واسمحني انا اسف اذا ذكرت الاعلام انا ما اشمل الاعلام لكن المبادرة الرائعة من قبلك هذه اشادة حقيقية من قبلي على هذه المبادرة الرائعة اللي انتقمت لها لا لا يعني كلامك منطقي وجوز انا فترة من الفترات ايضا مع زملائي قصرنا بس ان شاء الله ان شاء الله المهم يعني واحد يرجع على الصحيح لا يبقى على الخطأ ان شاء الله نوعدك مثل ما وعدتك قبل قليل ان شاء الله نكون طبعا جسر المدة بين شكرا للكابتن سعد عبد الرحيم الرياضي الخلوق والفد في سماء الكرة العراقية الذي كان معنا عبر الاسكايب من العاصمة القطرية الدوحة فشكرا جزيلا له شكرا جزيلا هكذا كانت مسيرة احد نجوم العراق الذين تركوا بصمة جميلة على اديم ملاعبنا الخضراء وصفقت له الملايين من الجماهير المحبة لكرة النوارس بعدما يعني كان انموذجا للرياضي الملتزم والخلوق سيما ما قدمه من مسيرة حافلة بالعطاء لكرة القدم العراقية وشاهدين سنبقى نبحث عن نجومنا في كل بقعة من بقاع العالم لتسليط الضوء عليهم وعلى أخبارهم وإنجازاتهم وذكرياتهم الرياضية على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله هذه تحياتي أنا بلال بداع مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر